إحنا لما بنتكلم عن دم المسيح بنتكلم عن كفاية هذا الدم يعني هو الدم فيه كفاية عن أي شيء آخر حدثنا عنه إحنا قلنا من شوية أن دم الذبائح الحيوانية لا يمكن أن تكفي نظرا لأن قيمة الحيوان أقل من قيمة الإنسان دي حقيقة لكن لما نجي بقى للمسيح قيمته تساوي إيه إذا عرفنا أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد فإن قيمته أكبر من كل العالم فلو جاء ملايين البشر يحتموا في دم المسيح دم المسيح يكفي يكفي ويزيد يعني مش هيحصل أن الله يقول خلاص أنا مش قادر أكتر من كده الله سيفتح ذراعيه على التساعه لكل من يريد أن لكي لا يهلك مين كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يعني عكس الذبائح الحيوانية الذبائح الحيوانية محدودة فتدي كفارة لمدة سنة وكفارة مش حقيقية لكن رمزية بينما المسيح يد الملايين فداء أبدي لأنه قيمته قيمة الله وده سر العجيب بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد لماذا ظهر؟ علشان يمكن أن يموت وما بيقول لك وفي الله يموت لا الله ما يموتش لكن هذا الذي كان في سورة الله الذي ارتضى أن يأخذ سورة إنسان لماذا؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت وموته يكفي كم واحد لا يكفي كل العالم ملايين المرات وفعلا في سفر الرؤية بيتكلم عن ترنيمة وهذه الترنيمة طبعا عنوانها أنه الرب يعني اشترانا من كل أمة قبيلة شعب لسان بيتكلم عن ترنيمة الخلف في السماء اشتركوا في القناة